قطاع الصحة في أي بلد يتكون من منظومة ويتكون من سياسة صحية المنظومة الصحية فيها تسخر لها الدولة إمكانات وهذه الإمكانيات فيها هياك البناء قاعدية فيها موارد بشرية إداريين أطباء مستخدمين بالاختلف فيها أيضا في الهياك القاعدية فيها كليات وجامعات ومخابر ومصانع آنع ومستشفيات ومستشفيات الحكومية وخاصة الأمر فيه متسلسل وكبير إذن لو ذهبنا إلى الجزائر سنجد في كل قرية موجودة مستوصل فيها علاج مجاني فيها قسم استعجالات فيها مستشفيات فيها بناء كبيرة هذا الجزء إذن النظام الصحي الذي تصرف عليه الدولة وتنفق عليه الأموال الطائلة وقضية مجانية العلاج أجو مجانية أخذ عدد من الأدوية أنا أعتقد أيضا من ناحية التأمينات وما إلى ذلك أعتقد بأن الجزائر متميزة في هذا الجانب أنا أتكلم على النظام الصحي حتى ما نخلط ما بين النظام الصحي وجودة الخدمات أو جودة الخدمات الطبية وجودة العمل في المستشفيات وهذا شيء آخر سنعود إليه لأنه هذا كواقع إذن إخواني أن النظام الصحي النظام الصحي يعمل النظام الصحي الجيد هو الذي يحسن حياة الناس بشكل ملموس حياتهم الصحية يوما بعد يوم والحكومة هي التي تتحمل مسؤولية أيضا تكون إشراف جيد على مستوى المناطق والبلديات وتهدف إلى التغطية الشاملة والكاملة والعادلة هذه هي الأهداف الأساسية وهذا ما تصب إليه هذا النظام الصحي أيضا تكلفة التغطية الصحية تكون معقولة بالنسبة للدولة وبالنسبة إلى المواطن وتراعي أصحاب الدخل البسيط والدخل المعدوم وهذه الأشياء ولا نجد دولة في العالم أعتقد قليل جدا يعني الجزائر من الأفضل أنها تقدم خدمات صحية مجانية ولكن أنا من الناس اللي نقول يجب مراعاة وتنظيم هذا الجانب تنظيم هذا الجانب وفق آليات معينة تراعي مداخيل الناس وهذه الأشياء يجب ترتيبها لأنها فتحت المجال للفساد الذي استشرى في الدولة الجزائري حتى ما ننطل كثير نجد أن الجزائر في مؤشر الصحة العالمية نجد أن الجزائر حصلت على المركز 66 من بين 140 دولة إذن نتكلم على الواقع الصحي عندما تقول نظام صحي بلد أو أن الجزائر عندها نظام صحي نظام صحي أيضا تراعي طبيعة الصحة من حيث عدد الوفيات على الأطفال رساء الحوامل وهذه أرقام الجزائر تتميز أنها أرقام جيدة وهذا بفضل الله تعالى وبفضل نعامه على هذا الشعب وهناك أيضا نجد منظمة الصحة العالمية في 2017 الجزائر في المرتبة العاشرة عربيا من حيث الإنفق الصح نعم هي في المرتبة العاشرة حيث للفرد 250 دولار وتشاهدون من حيث جودة من حيث جودة جودة الصحة القطاع الصحي أو الخدمات الصحية تشاهدونها على الصورة الجزائر مرتبتها من الدول الحرابية تشاهدون من الدول الحرابية